موضوع مثير الاهتمام للنقاش في الرياضة اليوم نتالي صباح الخير صباح الخير جيد طبعا تنطلق ثلاثاء المقبل بطولة الإمارات العالمية لتحدي رجال الإطفاء حدث يصلت الضوء على التحديات التي يواجهها رجال الإطفاء وللحديث أكثر عن هذا الحدث العالمي ينضم إلينا بستوديو القائد العام للدفاع المدني سعادة اللواء جاسم محمد المرزوقي سعادة اللواء نرحب بكم طبعا ونتشرف بحضوركم في استوديو سكاي نيوز عربية طبعا الحديث سيكون عن بطولة الإمارات العالمية لرجال الأطفال حدثنا أكثر عن هذه البطولة هدفها وطبعا أهميتها نعم صباح الخيرات أول شيء وصباح الخيرات لجمهورنا الحبيب والحقيقة هذه البطولة هذه جاية على تزامنا مع معرض أيسنار وهذا المعرض للأمن والسلامة والحقيقة نحب نستغل الفرصة هذه ونعمل بطولة لرجال الأطفال أعتقد أن الرجال الأطفال يعني بتضحياتهم وبطولاتهم يستحقوا أن نعمل لهم يعني بطولة وخلال هذه البطولة الحقيقة هي القصد منها أن خلينا نقول يكون نوع من التحفيز لرجال الدفاع المدني لأن المطلوب لرجال الدفاع المدني مطلوب منهم أنهم يكونون على مستوى من اللياقة يكونون على مستوى من الجاهزية ويكونون أيضا على مستوى من العمل بروح الفريق فالبطولة هذه الحقيقة يعني تحيي خلينا نقول أو تنمي هذه المهارات المطلوبة لرجال الدفاع المدني فطبعا راح تستمر للبطولة في الأيام الثلاثة لتزامنا مع المؤتمر والحقيقة يعني جرى الاستعداد لهذه البطولة هذه في تصفيات الحقيقة عملناها راح يشاركوا فيها أكثر من 18 أو 18 دولة في هذه البطولة هذه وإن شاء الله يعني راح نحقق الأهداف التي كنا نبغيها من البطولة هذه بحيث أن نحن نبرز يعني دور خلينا نقول قطاع الدفاع المدني وأهمية قطاع الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات في المجتمع طبعا هذه النسخة الثانية لهذه البطولة كان هناك نسخة ماضية عام 2014 هذه النسخة الثانية تأتي بعدها بسنة سنتين سيكون ربما المسار يتضمن ست مراحل تختبر فيها ربما رجال إطفاء في كل مراحلها على ماذا يستند تقييم على ماذا سيستند التقييم في هذه البطولة طيب يعني البطولة السابقة الحقيقة يعني كانت كان الدول المشاركين أما أقل كانت 13 دولة السنة هي أيضا 18 بطولة أو 18 دولة مشاركين في البطولة الحاجة الجديدة عن العام اللي فات اللي نحن أضفنا يعني إضافتين الإضافة الأولى اللي هي الجمهور حبينا أيضا الجمهور يشارك في البطولة هذه وأيضا يدخلوا في نفس التحدي اللي يشوفوه ونلاقيه بين أفراد الدفاع المدني في هذه الإضافة الأولى الإضافة الثانية أيضا الأطفال هذه الحقيقة شريحة جدا مهمة بالنسبة لأننا نحن في سلامتهم وبالنسبة لموضوع التوعية وبالنسبة لأيضا ممكن حتى نستقطب الأطفال أن يكونون هم أطفائيين المستقبل فأيضا حبينا أن نشارك الأطفال في البطولة هذه فكل فئة طبعا رجال الدفاع المدني المحترفين هذه طبعا لهم فقرة خاصة فيهم لهم تحدي خاص فيهم الحقيقة الجمهور نحن تشاورنا وأيضا تعاوننا مع الصلاة الرياضية الموجودة على مستوى الدولة وأخذنا أفضل مئة مرشح منهم وطبعا عملنا تصفيات ووصلنا إلى عشرين متسابق هما وصلوا إلى المرحلة النهائية وبينهم أربع نساء فخلينا أيضا نعم بالتزام نقبنا مع اليوم المرأة العالمية ورأينا أيضا في الفيديو صور لبعض النساء التي تشارك في هذه البطولة يعني تسمى ربما بطولة رجال الأطفاء هل هناك سيدات الأطفاء هو يعني مسمى رجال الأطفاء هو يعني يمكن مسمى عام هم طبعا خلينا نقول أفطال الدفاع المدني نحن نسميهم أفطال خلاص هذا اللقب أعتقد أنه يستحقون يعني رجال ونساء يضحون بحياتهم يعني من أجل حماية الأرواح من الممتلكات فأنا أعتقد أنه وإن شاء الله في دولة الإمارات يعني في المستقبل إن شاء الله نشوف نساء الدفاع المدني ليش لا يعني ما في حاليا طبعا طبعا ما في حاليا الأقبال بالنسبة للنساء يعملون عندنا في مجال الأطفاء لكن هذه الأشياء أنا أعتقد أنه في المستقبل القريب رح نشوف يعني نساء مستعدين مثل ما نشوف أن النساء حاليا عندنا يعملون في مجال الشرطة ويعملون حتى في مجالات أمنية وفي مجالات عملياتية ومجالات ميدانية فما هو مستغرب منه في القريب العاجل إن شاء الله نشوف النساء يعملون في الدفاع المدني طبعا التحدي بالنسبة لرجال الإطفاء طبعا التحدي صعب المهنة هذه المهنة الحقيقة بحاجة إلى لياقة بحاجة إلى مهارات بحاجة إلى تيمورك أيضا بحاجة إلى دقة وبحاجة إلى الحقيقة يعني إنجاز المطلوب في الوقت المحدد وفي أقل فترة زمنية ممكنة فكل هالأشياء هذه الحقيقة محتاجة إلى مهارات بدنية ومهارات ذهنية أيضا فنحن ست مراحل أختي نتالي تكلمت عنها نعم ستكون كلها بشكل فردي أو هناك بعض المراحل بشكل جماعي سيقوم بها رجال الأطفاء نعم طبعا فيه ألعاب رح تكون ألعاب فردية أو مسابقات فردية وأيضا مثل ما أنا خبرتش أن العمل في الدفاع المدني عمل جماعي عمل تيمورك فنعم فيه أيضا رح تكون مسابقات جماعية نعم تحدثنا أيضا عن تضحيات ربما رجال الأطفاء وطبعا المجهود الكبير الذي يضعونه في هذه المهنة ما أهمية مثل هذه البطولات في تحفيظ رجال الأطفاء في هذه المهنة الصعبة وطبعا المشكور على كل ما يفعله من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين ممتاز هذا السؤال أختي الكريمة لأن مهنة الدفاع المدني هي مهنة محفوظة بالمخاطر وبحاجة إلى جاهزية وبحاجة إلى لياقة وبحاجة إلى استعداد وبحاجة إلى تدريب وسلامة الرجال الأطفاء وسلامة الأطفائيين هذه بالنسبة لنا نحن رقم واحد وهذا نعمل كل ما نستطيع ونوفر لهم كل وسائل السلامة ونوفر لهم كل التدريب واللياقة البدنية المطلوبة على أساس أن يصلون إلى مستوى من اللياقة حتى أنه في الحادث يقوم بدوره على أكمل وجه وأيضا أنه سلامته بالنسبة للمهمة ويقدر يقاوم الحريق ويكافح ويقتحم المصاعب وهو يكون جاهز من ناحية اللياقة فهذه البطولة الحقيقة تحفز الرجال الدفاع المدني وأيضا قد تنمي فيهم بأن ترى موضوع الاهتمام بالصحة والاهتمام باللياقة حاجة أساسية وحاجة أساسية تمس حياته في عمل فمن هنا طبعا وجدت أهمية البطولة هذه هل تقتصر ربما المتطلبات المؤهلة لهذه المهمة فقط على اللياقة البدنية أو طبعا هناك قوة معنوية متطلبة لهذه المهنة لمواجهة كل هذه الأحد بعض الأحيان تكون أحداث مأساوية ومواجهات صعبة جدا أحسنتي هذا السؤال جدا جميل صراحة أختي نتالي وأخي الكريم أنا أعتقد أن رجل الدفاع المدني إنسان هو في النهاية إنسان فلما يطلع من بيته ويسلم على أولاده الصباح ويطلع ويقوم يعني أنه يؤدي مهام عمله هو طبعا يعني مش عارف شو المتوقع منه في هذا يوم العمل لأنه مثل ما خبرتكم عمل كلها مخاطر فطبعا لازم يكون جاهز ولازم يكون طبعا مستعد ولازم أيضا يكون مستعد حتى نفسيا لأنه هو في الأطفاء وفي عمليات الإنقاذ قد مثلا أنه يكون معرض أنه يشوف مثلا خلينا نقول أشياء محترقة قد يكون معرض وهذا يعني وارد أيضا في عملنا أنه لا قدرها تكون في أشخاص مثلا محترقيين نحن نشوف على وسائل التواصل في مثلا حوادث السيارات حوادث الحرائق قد يكون أيضا أوقات الواحد ممكن حتى أنه يتعرض مثلا قد يكون يعني معرض أنه يشوف مثلا طفل لا قدر الله أصيب أو طفل لا قدر الله يعني طبعا وله تأثير نفسي ربما هذا التأثير النفسي هذا بوجود ونحن يعني رجالنا والله الحمد طبعا مؤهلين وعارفين مسبقا بأن عملهم يعني معرضين أنه يشوفون أو يتعاملون مع هذه الأحداث فهو أيضا نفسيا لازم يكون جاهز لازم يكون يعني خلينا نقول عارف بأن العمل هذا قد يعني يتعرض بالإضافة إلى خلينا نقول المخاطر الجسدية لنفسه هو قد يكون أيضا يعني يتعرض أيضا لمثل هذه المخاطر النفسية فهو جاهز للموضوعين طبعا هل التحديات التي كان يواجهنها في الماضي ما زالت هي نفسها في أيامنا هذه أم تغيرت ربما التحديات والمواجهات التي يعاني منها رجال الأطفاء في أيامنا هذه نعم والله يا أخي الكريمة نعم الحقيقة تغيرت يعني الزمن تغير خلينا نقول مثلا المتغيرات اللي حوالينا أيضا تغيرت ناهيت مثلا عن التطور العمراني التطور في أعداد السيارات التطور أيضا في خلينا نقول في ثقافة الناس يعني نحن ولله الحمد في دولة الإمارات دولة مفتوحة يعني الناس ولله الحمد يكون أكثر من مئتين جنسية موجودين ولله الحمد يتعايشون في هذه الدولة بسلام وأمن وأطمئنان فأيضا الثقافات فأيضا موضوع التوعية وتوصيل رسائل التوعية إلى المجتمع الحقيقة بشتى مثلا أطيافه وثقافاته ولغاته وحتى يعني حتى معتقداته فهذه الأشياء هذه بالنسبة لنحن الحقيقة لازم طبعا نواكب هذه الأشياء وهذه التحديات اليوم أيضا نحن يمكن أطلقنا واحد ثلاثة من كل سنة وهو يوم الدفاع المدني وأطلقنا يمكن الحملة الدفاع المدني والإعلام الحديث اليوم يعني الأخبار وخليني نقول التوعية وسائل التواصل الاجتماعي الوسائل الحديثة هذه الحقيقة لازم نأخذها بالاعتبار لازم تكون لها حصة من اهتماماتنا الحقيقة في الدفاع المدني يمكن سابقا كانت الوسائل التقليدية التي هي مثلا التلفزيون والجرائد اليوم الخبر لا يحتمل بأنه يتأجل مثلا لليوم التالي فنحن لازم أيضا عندنا مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة سنستفيد من تواجدكم معنا ونسألك ما هي ربما الرسائل الرسائل التوعية التي توجهونها ربما لكل المواطنين أو ربما نحن هنا أيضا في سكاينيوز نعم 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 طبعا موضوع السلامة هذه تهم كل فرد من أفراد المجتمع ومتحدثكم أول شيء عن نفسي أنا أتكلم يعني أنا أعتقد أنه ولله الحمد في دولة الإمارات العربية المتحدة عندنا جمهور ولله الحمد واعي جمهور ولله الحمد يعني يقدر جهاز وزارة الداخلية بشكل عام ويمكن جهاز الدفاع المدني فنلاقي منهم الحقيقة كل تعاون في موضوع التوعية نحن بس التحدي بالنسبة لأننا كيف نوصل رسائل التوعية هذه إلى كافة شرائح المجتمع يمكن نحن ابتدينا بأهم شريحة لهم الأطفال وفيه برنامج أقدر الحقيقة هذا البرنامج تم تصميمه والحقيقة هو ابتداء العام اللي فات من العام اللي فات ومستمر لعام 2017 يعني نهاية 2017 بحيث أن يعني كل الطلاب اللي في المدارس من الصف الأول ابتدائي إلى حد الصف الثاني عشر كلهم راح يشملهم برنامج التوعية صف صف طالب طالب لأننا نحن هم هذين يعني إذا نزرع ثقافة السلامة بين الأطفال هم هذين طبعا راح يكونون يعني يعني الشسمة راح يكونون هم يعني شباب والمستقبل فنحن حبينا الحقيقة نبتدي بهذه الشريحة هذه ويعني نستمر معاهم لأنهم أيضا على فكرة يعني أنا حاجة اكتشفتها أن أفضل حد ممكن يوصل رسائل التوعية إلى يعني الأسر هم الأطفال يعني يأخذ مثلا المادة التعليمية هذه من ناحية السلامة والوقاية وهو أفضل واحد من يروح البيت على طول ما يصبر إلا أنه يخبر أهلا ويخبر يعني أخوانا أنزلنا نحن اليوم شفنا كذا وكذا فأيضا نحن صراحة استغلينا من الوسيلة هذه للنشر الثقافة التوعية نعم إذن شكرا سعادة اللواء جاسم محمد المرزوكي شكرا جزيلا لها وشكرا لسعيكم الدائم على حماية المواطنين وتأمين الأمن شكرا جزيلا لكم الله يحفظكم شكرا جزيلا وشكرا لقناتنا المميزة شكرا لكم